وشهدين دلوقتي مجز لأهم وآخر الأنباء مع شازلي شكرا بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مصاري وقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات حيث ركز لقاءه على الأوضاع الإقليمية كما حرص الوفد على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية وفي هذا الإطار أشر رئيس السيسي إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفا من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم الملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين حيث أكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو حزب الله بمحاولة اغتياله هو وزوجته بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مقر إقامته الخاص في قيسارية وقال لتنياهو أن حزب الله ارتكب خطأ فادحا بمحاولة اغتياله هو وزوجته لافتا إلى أن إسرائيل ستعيد المحتجزين في غزة وستعيد السكان إلى الشمال وستحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها وستواصل الحرب ضد أعدائها لضمان الأمن لأجيال قادمة قال وزير الدفاع الأمريكي لواد أوستن أن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تقلص ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها وأضاف أوستن الصحفيين على هامش اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع في مدينة نابول الإيطالية أن عدد القتل والجرح من المدنيين مرتفع للغاية لافتا إلى أن بواشنطن تود أن ترى انتقالا إلى المفاوضات يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم استشهد أكثر من سبعين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأفادت وكانت الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا ودمرت مربعا سكنيا بالكامل على رؤوس الفلسطينيين مما أدى لسقوط شهداء وجرحة لافتة إلى أنه لا يزال العديد تحت الأنقاض أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس ميسويا أن الفلسطينيين يعانون أهوالا تفوق الوصف في شمال قطاع غزة المحاصر وأضافت المسؤولة الأممية أن الفلسطينيين في جباليا محاصرون تحت الأنقاض ويتم منع عناصر الإنقاض من الوصول إليهم لافتة إلى أنه تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا وأن الإمدادات الأساسية تنفد وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إيقاف هذه الفضائع شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وشارك الألاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجين ومدينة بريمين الألمانية والعاصمة برلين وميلانو الإيطالية وجينيف السوسرية وبرمنجهام البريطانية والعاصمة لندن واستنبول التركية وروتردام الهولندية دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع المشاركون في تظاهرات الإعلام الفلسطينية والنافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني انتهى الموجز نعود لاستكمال بقي فقرات صبع الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل